موسيقى سعد الله وقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من بروفايل قصة جديدة وتحدي بدأت منذ الصغر رحبوا معي ضيفي وضيفكم رجل الأعمال الأستاذ نايف بن محمد التميمي مساء الخير أبو تركي مساء النور الله يحييكم يا أبو الأزيز مساء الخير على الجميع أخوانا المشاهدين يا مرحبا فيكم شرفتنا حياك الله يا أبو تركي أبو تركي في البداية نبغى نعرف منه نايف التميمي نايف التميمي ولد عام 1398 هجري في مدينة الرياض تلعى الطفورته في مدينة الرياض مراحل ابتدائية كدراسة متوسطة والثانوي هنا مراحلة دراسية بجامعة مارك سعود وبعدها تقنى معترك الحياة بعد الجامعة تزوجت تحمل الله عندي منتين وغلد ما شاء الله عندي الدانا والجازي وتركي تزوجت ونت في الجامعة تزوجت بعد الجامعة بعد الجامعة بعد الجامعة طيب أبو تركي في البدايات دائما ما تكون صعبة على أي شخص خصوصا في مشوار نجاح أو في مشوار أمر ما لكن كيف كان تحدي الصعب لواجه نايف التميمي مع بدايات حياته ومشاريع التي فشل في بداياتها قبل ما أقول لنقطة التحدي ونقاط التحدي الكثير اللي واجهتها دائما الأحلام هي لتسوق الواحد أحلام واجهة نظري تسوق الواحد دائما إلى الحقيقة دائما يتعود الواحد أن يحلام يغذي عنده شيء اسمه التفاعل والطموح والأمل في تحقيق أهدافه وتحديدها والرؤية لها تكون أوضح فالتحديات عندنا بدأت منذ تخرج من الثنو وكان هذا التحدي وريد صدفة أو كان زي الانتقام بسيط للشاب السعودي كله تقريبا لأنه كنت في زيارة بجدة يالله يرحمها لأحد مراكز الأسنان العلاج وكان فيه منظف سعودي في الريسيبشن عجبني صراحة هذا الشاب وأخذت معه شوي حوار وكنت أحاول أستفيد منه لأني أريد أن يعمل زيه وسألت كنت أتوقع أنه في كلية الأسنان أو ما شابه فطلع في أحد الكليات تقريبا الأخرى اللغات أو شيء من القبيل وهذه العلاقة في التخصص الذي يعمل فيه كان يحاول يخذي وقت فراغة في زيارة أخرى بعد فترة بسيطة ما تجاوز سبعين ثلاثة بالجدة الله يرحمها نفس المركز ما وجدت الشاب هذا طبعا الشاب كان يعمل مع شخص أجنبي طيب فسألت عنه قالوا أنه ترك العمل ولماذا ترك العمل فقال كل السعوديين كذا ما بحقين شب هنا بدأت صراحة شرارة عندي تشتغل لماذا يقول عنه هذا فسألت هالوظيف ففعلا متاحة قال لي نعم متاحة فتوجهت مكتب الإدارة مباشرة في وقتها في نفس المركز هذا في نفس المركز طلبت من صاحب المركز كان موجود طلبت منه أن يعمل في الوظيفة هذه فطلب مني يجي مكرا جيته اليوم الثاني أيضا طلب مني تعجيل اليوم آخر ففهمت أنه يحاول يتأكد من رغبتي في العمل أم من لا من كثرة السعوديين يجونه يمشون كان السبب بسبب الأجر ليس بسبب أن السعودي لا يشتغل فصريت أني أعمل في هذا المركز أعطوني راتب جدا قليل قبلت كان ألف ريال كان دوامي حتى يوم الخميس كان وقت إجازتنا خميس وجمعة كان في قصة مع موظف في الإدارة داخل هذا المركز وهو كان يعني من أقدم أنت عليه هو أحط أمامك معويقات وصعوبات في أن تحل محل الموظف السابق الذي خرج من المركز تحدثنا عن القصة التي ذكرتها أبنائي أبلغني صاحب المركز وقتها أنه لا يعلمك الموظف القديم لا يعلمك شيء الأجنب لا يعلمك فإنك تأخذها بإدراعك أو أنك تمشي مثل قبل فكان هذا التحدي معه طريق بعض التكاثر في المركز لمعرفة بعض المصطلحات التي تستخدم في الفايلات التي كانت إنجليش ومصطلحات طبية الحمد لله قدرت أني تجاوز المرحلة بكثير وخلال ثلاثة شهور من داية دوام في هذا المركز أصبحت تقريبا المدير الإداري المركز بعد ثلاثة شهور نعم بعد ثلاثة شهور صرت مدير على الأجنب الذي حط أمامك الصعوبات والمعوقات في دخولك كان هذا التحدي بينهم يعني أثبت له أني سعودي يقدر يعمل هو الذي قال لك أن كل السعودي هو نفس الشخص صرت مديرة صرت مديرة بعد ثلاثة شهور بالضط أو تسعين يوم تقريبا وكنت مسؤول عن المركز تقريبا بشكل كامل حتى العمر كان 18 سنة كان مسؤولية بمرضات وهم نساء طبعا في سني أنا أن يسلم هذا المهم أن يكون عندي مفتاح السكن الخاص بمرضات الاقتزام بالتوقيت لأنه عدم تأخير أصبحت المسؤولية عليك أكبر أعطتني واب وأنا كنت طال في الجامعة وقتها كنت أداوم الصباح في المركز أروح الظهر للجامعة أرجع المسأل المركز إلى الساعة تسعى بالليل فتقريبا مدة سنتين ومن خلال هذا المركز انطلقت بأحد عملائنا اللي كان يزورنا في العلاج تعرفت عليهم من خلال التقاني كمسؤول رأى فيني أني أقدر أعمل معهم في مجلة اسمها البناء التحقت أنت في هذا المجل أثناء دراستي نعم أثناء دراستي أنا في الجامعة التحقت المجلة هذه بطلب وكانت مندوب مبيعات للتسويق طبعا مندوب تسويق لإعلانات المجلة وكان عمل جدا جميل كان الأكتب فيه عالي جدا كانت الحركة ما هي ملتز معك مكتب وأنا كنت حركي شوي أبغى تحرك وأبغى أنجز تحس بعمالك ليس مجرد استلامراتك كان هناك وعمولات وحضور معارض وأنوقيت الاحتكاك كانت مختلفة جدا حتى تدخل على الشركات وعلى المصانع وعلى كل القطاع بكل القطاعات التي تخص البناء طب ما هي الإضافة الحقيقية التي أضافتها لك مجلة البناء مجلة البناء أنا أعطتني الإدراك الواسع العلاقات تعرفت على كثير من مدرأ الشركات التي لهم باع طويل في السوق أصحاب الشركات وأسماء كبيرة من أسماء تجار الرياض جلست معهم سمعت حاورتهم سمعت منهم نصايح أعطوني بداياتهم وكانت هذه الباور أنهم ما بدوا مدرأ وأغنية مباشرة لا أخذ العمور استب باستب وبدأ بوضائف صغيرة فكنت تشجع كثير من الكلام التي كنت أسمعها وكنت مصر على أن مجلة البناء هي انطلاقة اللي معرفتي بعلاقات كثير في الشركات والأعمالي اللي بعد كده بعد المجلة وبعد تخرجي من الجامعة طيب من خلال تواجدك في دوادمي ومرورك في أحد الشوارع شاهدت أحد المصانع اللي تصنع الأيس كريم هذا في صناعية الرياض في صناعية الرياض في صناعية الرياض هذا قبل أن تذهب الدوادمي لا الدوادمي ديرت خوالي لكن أنت فتحت مشروع أس كريم نعم فتحت مشروع أس كريم وين فتحت كنت أنا وقتها مسؤول في المجلة وكننا في زيارة المنطقة الصناعية أساس نستقطب المصانع كاعلنا لنا مر علي أحد مصانع المشروع يعني تشاهد المصنع في الرياض وتذهب وفتح في الدوادمي أنا لم أكن هدف أفتح أو شيء كان الفضول ساقني أني أدخل للمصنع عشان أشوف صناع هذه كيف تتم وقابلت مدير المصنع وتعرفت عليه وهو قال لي أنه عندنا شيء يسمى فرانشايز اللي هو الامتياز اللي ممكن نفتح لك فرع حتى لو تيبي في الرياض أنا اخترت الدوادمي لأن خوالي هناك هذا رقم واحد الثنين اخترتها لأنها مدينة ما فيها أي محل متخصص بالأسكرين كان فيها نوع من مجازفة لكن درسنا السوق ودرسنا التكرفة كان وقتها أدخلت معي خوالي شركة في هذا المحل وأنا طالب طبعا ونجاح نجاح صراحة ما كنوا متوقعين لأنه كانوا يتوقعون أنه سعر خمسة ريال لأسكرين وقتها أنه بالنسبة لمنطقة زيد الدوادمي مكلف للبعض لكن اختار الموقع كان سليم 100% لأنه كنا قريبين من السوق فيه عندنا لهم العمل كثير في ناس في داية عمل كثير فكان قربنا من السوق اختار والموقع هو السبب النجاح المنشروع في وقتها طيب الفكرة هل كان عندك مسبق أنك تفتح أو جاء فكرة في بالك مسبقا أنك تفتح محلات أيس كريم وجدت الفرصة بمشاهدتك هذا المصنع أو الفكرة تكون وليدة اللحظة معك دائما لا كنا نسمع أنه هناك وكلة لشركات العالمية ونسمع أنه خلال توردنا في المعارض والشركات فكان نزولي للمصنع السؤالي كان من ضمن أسرتي أنه هل تعطون الامتياز أو لا فأجئت الجواب وكان تعلمنا أو الممكن يستفيد منه المشاهد حتى أنه نابد نكتساء لأنه عملت دراسة عملنا دراسة نعم عملنا دراسة وجهزنا كل شيء وكانت الأغراض كلها تقريبا مصنع كان إجباري في الامتياز أنك تأخذ كل الثلاجات والأجهزة بالإضافة للأكواب والملاعق والمناديل كلها تشتريها من نفس المصنع تشتريها من نفس المصنع ويموّلها لك ملزم أنت بديكور معين هو يعطيك المصنع بنوعية بلاط معينة هو يعطيك اسم المحل الذي فيه مثلا سراميك ويورد ثلاجاته من أمريكا جميل فبدأنا في ثلاثة شهور تقريبا افتتحنا المعرض كان فيه كان فيه فكرة مع الافتتاح الافتتاح كان يعطون شركة كانوا نعطيكم تقريبا نحن دود شرين عبوة اسكريم جولون توزع في الافتتاح فعملنا منشورات في الوقت افتتاحي وكان من كثرة الزحمة التي كانت موجودة كان فيه تنظيم من أمارة المنطقة الشرطة الافتتاح للمعرض وكان بالنسبة لهم نقلة لأنه كانت أول تقريبا براند نين يسم شركة يفتح في ذلك المنطقة الآن ما شاء الله دود مزدهرة في كل شركات المطاعم والحلويات المشهورة على مستوى المملكة الموجودة في الرياض موجودة دائم ما بعد هذا المشروع جدت فكرة الزواج من الوالد صحيح؟ بعد تخرج من الجامعة نعم الوالد العائلة كلها طبعا كان بعد مشروع الاسكريم بعد مشروع تقريبا سنتين هل فكرة الزواج كانت دافع لنايف التميمي في استمراريتها المشاريع؟ لا بشك هي مسؤولية الزواج مسؤولية كبيرة فكان يعطيك مضاعفة جهد أكبر لأن في أسرها الآن صارت وفي مسؤوليات أكبر وفي خصوصية لك أكثر من أول أنت في بيت والدك يختلف الوضع لأن تكون مستقل تماما فأكيد أنها أعطت نوع من الضغط والإحساس بالمسؤولية أيضا المسؤولية التي أعطانا مجال للدفاع أكثر في اتخاذ قرارات فيها مجازفات لأنني أنا ناس مجازفات كثير رجل واضح ما شاء الله يعني شوية منطلق أم بفكرتي دائما أم بتوكل الله سبحانه وتعال قبل كل شي لذلك أقدم دراساتي واللي مفروض أني أسوي دائما في المشاريع تعلمنا كثير من بعض المشاريع خسرنا في المشاريع نعم فشلنا فيها ودائما طريق النجاح لا يبدأ من الفشل وهذه نقطة مهمة جدا طيب وأنت الفكرة هذه هل استمرارية الفشل هل هو جيد لأي شخص يريد النجاح أو هناك عدد معين أو عدد مشاريع معين إذا فشل فيها يجب على أن الشخص يتوقف تماما لا يستمر لا أنا كنت من الناس التي في فترة إقفاء المشروع تم خسارة فيها كنت في نفس اللحظات التي نقفل في هذا المشروع كنا نرقج المشروع المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين نعم عرفنا لماذا خسرنا لذلك فتحنا مشروع ثاني حتى لا أخسر فيه تعلمنا منه لماذا خسرنا هذه مهمة جدا أنت لا تتعلم من جيبك لا أتعلمك الدنيا ببلاش لذلك لازم تتعلم لماذا خسرت من هذا المشروع هناك ناس كثيرة تخسرت المشروع وتوقف لسبب أنهم لا أعرف لماذا خسر لكن لو لم تتعرف لماذا خسرت ستقومها في مشروع ثاني وممكن تخسر أيضا في وارد لكن ستتعلم شيء آخر وبالتالي ستصل المشروع الثالث الكهرباء التي نحن الآن نتمتع فيها ما جتنا لبعد 99 تجربة أو 999 تجربة تقريبا ما جتنا قبل الحوار أن هناك شخص مصدر قوة وحافظ لنايف التميمي وذكرت أنه الوالد الوالد والوالدة فنريد أن نعرف نوعية هذه القوة من الوالد ما كانت كانت بدأ دفع للأمام دائما الوالد والوالدة كانوا الله يطول بأمارهم إن شاء الله يدفعون للأمام ما كانوا يقولون لا يعني في عملية أنه أريد أعمل في مكان معين سواء الموظف استقبال في أي وظيفة كانت كان يدفعنا أنه ما هي مشكلة ما هو عيب لأنه كان عندنا في وقتنا في ذلك السنوات أنه ينظرها اجتماعيا بنظرات أخرى حتى ينقل عنه مسكين يشتغل في شركة هذه كلمة تسمعتها أنا مسكين يشتغل في شركة أي وتسمعها من أقارع تسمع من بعض الأصدقاء الموجودين حولك أنه لماذا تبحث للقطاع الخاص وأنك القطاع الحكومي عرضت عليك وظيفة حكومية في مرتبة السادسة وأنت رفضتها صحيح لماذا تخبرهم أنه عرضت علي لكن أنا رفضتها هذا الكلام هم يرونه بحكم الجنون يعني أنه كيف وظيفة حكومية ودوم الساعة ثمانية وتوصى ساعة ثانتين وراتبك مضمون وكلام هذا فأنا ما كنت نظلها بهذا الزاوية ممكن أنهم يرونها بهذا الزاوية لكن أنا كان لزاوية أخرى نظلها أنا عملت أربع سنوات وأنا طالب في الجامعة في قطاع خاص تعلم في أربع سنوات أشياء كثيرة كنت أهدف أنه أنا أتخرج من الجامعة كانت شهادة الجامعية بيدل يمين وبيدل يصار شهادتك خبرة لأنه كانت العلانات أغلبها في ذلك الفترة يقول لما تطلب وظايف يقول لك خبرة خمس سنوات وشهادة فكانت الشهادتين موجودة معي هذه هي الخبرة والشهادة الجامعية وبدأت انطلاقاتنا من خلال وظيفة حكومية أرضت علينا في وزارة بتروب الأمرتبة السادسة بعد تخرجنا من الجامعة لأننا طبقنا في الوزارة نفسها ورفضتها؟ رفضتها لأن عندي إيمان أن القطاع الخاص أسرع في عملية نموي وأفضل لي كطموح أنا كنت أرى إنسان طموح جدا وكنت أبغى آصل أبو تركي أنت تركت راتب ستة إلى سبع ألاف بضمان حكومي وتوجهت للقطاع الخاص براتب لا يتجاوز ثلاثة ألاف ريال هذه المعادلة نبغى نفهمها أبو تركي هي لأني أعملتها أربع سنوات قبل أنا طالب الجامعة بقطاع الخاص فأفهمت قطاع الخاص كيف يدار نظام الراتب بالنسبة لمندوب مبيعات يتمدع الراتب وعلى كوميشن كوميشن هذا يطلب مبالغ تتجاوز بعض الأحيان العشر ألاف الخمسة عشر ألاف وإستفادوا منها الأجانب بشكل كبير في البلد لفترات طويلة ولا زال بعض الشركات معتمدين على المندوب أجانب وهذه فرصة الشاب السعودي يسمع مني الآن أنه كلمة مندوب تعني تعني العمول الجيدة تعني العلاقات يعني خبرة وفلوس وعلاقات لأنه أنت لا تأصل على كثير وأنه ما عندك شيء فكان منطوب منه أنه يكون عندنا خبرة نقدر نساوم فيها الآخرين نقدر نقوم بإدفعونا راتب مقابل هذه الخبرة التي نملكها طيب عملت في الخزف والسيراميك نعم عملت شركة الخزف السعودي مندوب مبيعات كبداية وأنا متخرج وكان بشريطة أنه أكون صبر فائزة خلال فترة معينة طورت شوي صحيح بس حصلت عليها مشرف مبيعات قسم الجملة في الرياض بعدها انتقلت إلى مساعد مدير المنطقة في الرياض بس قبل أن تصبح سوبر فايزر وإذا تحصل على درجات أو مراتب علية في الشركة هذه حصل معك موقف لا زال في الذاكرة يريد تخبرنا عنه تقصد حق القوية طيب أنا طبعا كنت أطلع في جولات تجاه القوية هفيف دوادمي كمندوب وقتها فكنا نشيل السيراميك كعينات نزلها للتجار ونشيلها فكان لازم يكون لنا نرسم معينة داخل السيارة لا نستطيع نجعل العمال يسوونها لازم نسويها بنفسنا حتى لا تتكسر يعني نشيل نشيل طبعا تتكلم عن مقاسات مختلفة 40 50 20 وكنت بزي سعوية طبعا ثوب وشماغ وشيل السيراميك فجأت أحد الأخوان الجانب موقف سيارته ونازل طبعا سيارتي سيارة وعليها الشعار طيب فسلم علينا الأخ سعودي قلت نعم سعودي قال لي أنا بس حبيت هنيك لأن أنا لدي 15 سنة البلد هذه حول مرة وشوف سعودي يشيل بنفسه وينزل وذلك وقفت سيارتي ونزلت لك برافو عليك وقف سيارته عشان وقف سيارته عشان يقول لي برافو عليك أنك سعودي وجهس كيف كان شعورك لا تخيل أنا طالعا مسافر موضوع جدا تأخذ انطباعات بدون ما تطلبها وما لهم أي شيء عندي الرجل ولا والعكس صحيح بالتالي تأخذ انطباعا من الشارع جميل طيب تركت الشركة هذه وعملت في شركة إماراتية صحيح لا تركت أنا جاني عرض من الشركة الإماراتية شركة جميل في نهاية 2006 وبدأ 2007 وسفرت الإمارات العمل انتقلت في الإمارات في السعودية أنا مدير مبيعات المملكة لها الشركة كنت أعمل عشر أيام تقريبا في الإمارات وعشر يوم في السعودية كانت توسع الموضوع أصبحت مملكة كلها تحت إدارتك كشركات وكقطاع خاص بدين ندخل في المشاريع الكبرى مثل مدينة ملك عبدالله المالية مدينة راب لأنه بدين نتوسع على النطاق الأزمة العالمية وأنت أثناء وجودك في شركة المتواجدة في الإمارات وكنت تتنقل ما بين الرياض ودبي وأبوظبي وأبوظبي بعد حدوث الأزمة العالمية كان هناك في تسريح لكثير من الموظفين نعم صحيح كيف كان تفكيرك وقتها كان زملانا سرحوا وقتها وكنت انتظر الدور صراحة كنت تتوقع أن اليوم اليوم سيجيني الدور لأن الأزمة كانت قوية بالفصل نهاية نعم بالتسريح يسمى تسريح العمل لإنهاء الخدمات فكان تفكيري كله يصب على أنه لا بد أني أبحث عن مصدر دخلي أنا واسرتي وما كان تفكير في وظيفة صراحة كان وقتها خلاص بالتفكير أنه نعمل في مجال بزنس والأعمال بحكم الخبرة التي جريناها طول الفترة هذه أكثر من عشر سنوات عمل فصادفة الحمد لله بدأنا نبحث عن الاستثمار جدنا فكرة الرياض لم يكن في وقتها شريهات كان أغلب الأوائل أو حتى المتزوجين تجهون الشرقية أو البحرين أو دول مجاورة حتى يقضي ليلة أو ليلتين جميل ليلة فقط ممكن ذكر زواج أو شيء من القبيل حتى يقضي ليلة واحدة فكانت كوستا ليس بالتكلفة المالية كثيرا ما هو بالإجهاد الذي تلقع من وراء سفرك وعودتك فكانت الفكرة رجال أعمال الذي عندهم أرض أننا اقتبلنا الفكرة ونستثمرها بمبلغ أجار سنوي الحمد لله توفقنا كان في بدايتنا في مشروع أول سنة 2008 يبدأ إلى نهاية تقريبا 2013 وأنهينا بنجاح وبإسم كلوستر العلامة تجارية جميل انتقلنا قبل ختام المشروع هذا وإغلاقه لظروف تطابق المواصفات هيئة السياحة إلى مخرج الجبال العين ومخطط درة الشمال الآن لدينا الحمد لله مجموعة من الشاليهات في نظام كامباون ونظام هيئة السياحة طيب الآن يمكن الكثير يبقى يعرف الفرق ما بين الشاليه والمنتجه يعني ما يختلف المواصفات والاشتراكات والمبلغ المبالغ طبعا أكيد يكون فيها اختلاف يعتمد على الخدمات المقدمة المنتجهات عندنا يكون فيها داخل في لاندس كيب في مطاعم في كافي في ملاعب في مسابع مشتركة وأيضا في شاليهات وفي مسابع أخر خاصة هذا المنتجه هذا المنتجه العداد المستهدف أبو تركي كم؟ والله احنا في السنة الأولى ما نستهدف عدد كبير لأنه دائما نبحث عن كيف وليس الكام كيف أننا نقدر نخدم عدد جيد ونقدم خدمة لأنه نأخذ الآن مقابل الخدمة ونساعد العائلة دائما الوصول إلى ألقة والخدمات وأفضلها طيب في طاقات شابة سعودية يعملون في الشاليهات عندكم أو في المنتجه نعم الحمد لله توظف عندنا طول سنة ماضية مجموعة للشاب السعودي طبعا بعضهم ترك العمل استمر فترة سنة وسنتين استفاد منه بعضهم أصبح ما شاء الله عنده في مجالنا أيضا أخذ نفس طريقتنا وفتحها الآن مشاريع أخرى مشابه بالعكس استفادوا من الخبرة أتمنى لهم التوفيق وعندنا إن شاء الله في مشروع هذا باب إن شاء الله من خلال برنامجكم نعلم إن شاء الله سنعلم قريبا فاتباب توظيف سعوديين وسعوديات في حاجة لهم إن شاء الله بإذن الله في مواصفات معينة للشباب لا بد يحملوا شهادات معينة شروط معينة عندكم أقول كيام من واقع الخبرة أنا لا أنظر للشهادة كثر ما أنظر لطموح وروح للموظف دائما الموظف اللي يبحث عن طموح معين ما يسأل عن الراتب أو متى ساعة كم الدوام ومتى ينتهي الدوام أو فترتين أو فترة واحدة دائما الموظف للطموح ولي يسأل عن الأشياء التي تخص السلة بالوظيفة طيب أنا لو توظفت في الاستقبال وين بصير بعد سنة ولا سنتين هذا اللي يهم دائما الإنسان نظر البعيد نحن مشكلتنا النظر دائما يعني لو جاك واحد مع شهادة والآخر مثلا مع ثانوية عامة لكن وجدت في الشخص اللي مع ثانوية عامة عنده همة في العمل أكثر من اللي ممكن ناخذ جامعية ما ممكن تستفيد منه الطموح دائما يعطي مجال للتعلم شخص يبقى يتعلم الجامعيين إذا ما وفر عنده صفة الطموح شهادته ما تفيدي لأنه نحن نتخرج من الجامعة نتخرج من الجامعة ما أططنا أي شيء في سوق العمل للجامعة الجامعة هي شهادة أكاديمية أعتز فيها وابتخر فيها من جامعة مكسعود لكنها عندي على مبلوزة حاطة عندي على الجدار ومعتز في الفترة اللي أنا قضيتها في الجامعة واستفدت يعني أنت تقول أن الخبرة أساس العمل نحن نتمنى الآن من السلك التعليمي عندنا أن يتجه إلى محاولة إدخال طلابنا في التعليم التدريب يعني بمعنى أنا أمسط الآن في مدارس أهلية الآن يدرسون فيها مثلاً أولادي يوم عندهم اسمه يوم السوق الطفل اللي يتخلي الطفلة تأخذ بضاعة معينة وتأتي استعرض وتبيها وتحاول تكسها وتتعلم هذا الشيء اللي نحتاجه نحن في مدارسنا في جامعاتنا لأنه نعلمهم كيف يبيع ويشترون نعلمهم الأساسيات العمل من خلال السوق نحن جازين أن نستقبل طلاب وطالبات ونعلم ونعطي مجال لهم معنا يستفيدون من خبراتنا في مجالنا مثلاً أو شيء من القبيل مستعدين لأي جهة برأيك السوق الآن السوق السعودي الآن يفتقر لمثل هذه الشالهات أو المنتجعات كسوق السعودي لا أتكلم فيه شالهات ومنتجعات جيدة في الشرقية في ربش جدة في أبها يمكن أتوقع لكن الرياض وعدد السكان الموجود هي تفتقد إلى الجودة العدد موجود لكن الجودة المقدمة تفتقر بعضها إلى الجودة إلى الجودة نعم شكرا لك نايف بن محمد التميمي كنت معنا ضيف في بروفايل ويعطيك ألف ألف عام في يوم الله يحييكم يا عبد العزيز وأشكركم جميع الأخوان والصطف الموجود وأننا كنا إن شاء الله شكرا لك الله يحفظك أيضا أنتم مشاهدين الكرام الشكر موصول لكم ونراكم في حلقة جديدة وضيف جديد إلى اللقاء شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة